مرحبا مثل ما حكينا بفيديوهات سابقة انه رح نناقش كل ملف بتفاصيله المملة ونشرح ونفكك ونعلل كل المعطيات ورح نرجع نعمل فيديو بلخص النقاش الطويل ونحط رابط لفيديو التفاصيل لليلي بيحب يفهم الملف من كل جوانبه اليوم عم نعمل ملخص لبودكاست استقلالية القضاء يلي نحنا بحملة ممكن منعتبره اول ركيزة لنرجع نبني البلد ومؤسساته لانه بدون قضاء مستقل ما فينا نحقق عدالة بين المواطنين وما فينا نصون حريتهم ونحفظ حقوقهم اكترية المشاكل يلي نحنا فيها اليوم كان فيها تكون قلب كتير وبتتعالج بسرعة لو قضاءنا حر ومستقل وعم يعمل شغله على الاصول تعاوننا كان مع الدكتورة ميريا ممهنة من المفكرة القانونية يلي عملوا شغل جبار لاقتراح قانون عصري مش بس بيأمن استقلالية القضاء بل بيرعى شؤون القضاء بطريقة شفافة وعادلة بتأمن للجسم القضاء بيئة عمل مريحة بتخلي هالقضاء ما يكونوا عايزين ومنوا نعرضها للابتزاز من الطبقة السياسية يلي كانت دايما تستعمل سلاح نقل القاضي لما بيحكم بطريقة ما بتعجبه اقتراح القانون الجديد بيزيد عدد اعطاء مجلس القضاء الاعلى من عشرة الى عشرين عضو وفيه كوتا نسائية وكوتا من القضاء الشباب وكمان بيسبح بانتخاب اربع اعضاء من خارج الجسم القضاء اتنين محامين استاذ او استاذة حقوق من الجامعة اللبنانية استاذ او استاذة حقوق من جامعة خاصة الفريد بهالاقتراح انه بيتم بقالية انتخاب من الجسم القضاء للكضاء الاعضاء ومن نقابة المهن للمحامين واساتيزة الجامعات وهيك بيكون تأثير السياسيين شبه معدوم بتأليف هالمجلس لانه بالوضع الحالي لقانون القضاء السياسيين بعينه تماني من الاعضاء العشرة للمجلس وهيك عندهم سطوة دائمة عليه الشيء التاني من اقتراح القانون يلي ما بيقل اهمية عن تكوين مجلس القضاء الاعلى هو تعزيز الضمانات الشخصية للقاضي او القادية يعني ما بقى فيهم ينقلوه من موقع لموقع بدون رضا يعني ما بقى فيهم يسحبوا منه اي ملف بيسمح الاقتراح للكضاءات بالترشح للمراكز الشغرة بدل ما تكون متل اليوم دايما بتملق هالمراكز من قبل قضاءات بتعينهم السلطة التنفيذية بيقترح القانون الجديد مبدأ المساواة بالاتعاب فبيصيروا كل القضاء بيقبضوا مثل بعض واكيد حسب الاقدمية كمان سمح الاقتراح الجديد للكضاء بانشاء جمعيات حقوقية يلي بترعى مهلة القضاء وفيها ترفع الصوت لما بيكون فيه تدخلات بعمل القاضي الشيء الاخير من القانون بينظم طريقة الدخول إلى معهد الدروس القضائية وبيقيم عمل المحاكم وبيفعل التفتيش القضائي يعني نوع من الكواليتي كونترول على كل العملية القضائية وبيكرس الإنماء المتوازن بتوزيع القضاءات على مختلف المناطق اللبنانية كما بيضمن القانون الجديد حقوق المتقاضين من خلال إنشاء مكتب شكاوى ضمن التفتيش القضائي وهيك ما بيضطروا يعملوا واسطة عند السياسيين يعني باختصار هيدا القانون بينقلنا من قضاء متخلف مجحف بحق القضاء ومرتهن للسياسيين إلى قضاء عصري محصن من التدخلات وبيهتم بأموره الداخلية بكل شفافية وطبعا للأصول هالقانون استلامته لجنة الإدارة والعدل برئاسة النايب جورج عدوان عن القوات اللبنانية بقيلول الالفان وثمنتعش وضل بالجرور أربعمية وسبعة وأربعين يوم وما نحط على جدول أعمال اللجنة إلا بعد ثورة سباتاش تشرين ولكن حتى بعد وضعه على الجدول الأعمال كان فيه بطء مريب بالتعاطي معه هالاقتراح إلو ثلاث سنين وثلاث تشهر بلجنة الإدارة والعدل يلي ممثلين فيها كل الأحزاب القوات والتيار وحركة أمل وحزب الله وتيار المستقبل وهاللجنة جوفت الاقتراح من مضمونه المتطور وعملت كل شي تتخلي الجسم القضائي بكل فروعه تحت سطوة السلطة التنفيذية إذا ما كان عندنا قضاء مستقل يحكم بالعدل ما رح فينا نرد أموال الناس ولا رح يكون فيه سقة بأي نظام مصرفي مستقبلي وما رح فينا نجزو بأي استثمارات خارجية لأن المستثمر أول شي بيسأل عنه هو هل في مين يحفظ له حقه هاي من الناحية الاقتصادية والقضاء المستقل عنده دور بكل جوانب حياتنا الصحية والبيئية والمعيشية نحن اليوم عرضنا كيف ممكن يصير عنا قضاء مستقل مشروع القانون جاهز بلجنة العدل بمجلس النواب لكنهم حوروه وغيروه طي يظلوا مسلطين على القضاء معركة تحرير القضاء هي أهم معركة لهالبلد يرجع يتعافى وينتزم ورح تكون من أولوياتي إذا صرت نايب بشكر أنت بيهكون ومنتلاقيها قريبا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر